في موضوع آخر أعلن رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه يريد تنحية القضية تانيا شوتكان التي ستشرف على محاكمته المقبلة في واشنطن بتهم تآمر للغاية نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020 والتحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس وقال ترامب عبر منصته تروث سوشل للتواصل الاجتماعي إنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يحظى بمحاكمة عادلة مع القضية المكلفة بحسب وصفه هذا وستترأس القضية شوتكان محاكمة دونالد ترامب بموجب ثالث لائحة اتهام جنائية موجهة إليه وكانت القضية قد رفضت المطالب الأخيرة لفريق ترامب القانوني